بهذه الجلسة رح نتكلم عن أخطر مشكلة تواجهنا في حفر الآبار النفطية هي مشكلة الاندفاعات أي البلو آوت هاي المشكلة اللي تحصل فيها خروج النفط والغاز إلى سطح الأرض على المنصة تنتهي بحرائق وتلوث منطقة كبيرة جدا تسبب وفاة العاملين على برج الحفر طبعا سببت خسائر كبيرة لشركة بريتش بتروليوم أحد الاندفاعات اللي حصلت في بئر من خليج المكسيك رح نحلل هالمشكلة سبب حدوثها وكيف يمكن تلافها نعرف مصطلحين أول مصطلح هو الكيك والمقصود بالكيك هو دخول نفط أو غاز إلى داخل البئر وللسه ما خرج إلى السطح فقط دخل إلى داخل البئر رح نسميه كيك أما البلو آوت هو خروج النفط أو الغاز إلى سطح الأرض واندفاعه فهذا اسمه بلو آوت فعادة البلو آوت يبدأ على شكل كيك فيحصل عني دخول النفط والغاز ثم يتطور الأمر إلى بلو آوت طبعا في عندي 2 باريار المانع الأول اللي يمنع اندفاع النفط هو الغاز هو الضغط الهيدروستاتيكي لسائل الحفر فمن المعروف بأنه السائل يتحرك من الضغط المرتفع إلى الضغط المخفض ولأن الضغط الهيدروستاتيكي لعمود سائل الحفر أكبر من الضغط الطبقي لذلك يحصل ارتشاح لسائل الحفر فمن أحد الوظائف الهامة والرئيسية لسائل الحفر هو تأمين الضغط كافي يمنع دخول الموائع من نفط وغاز إلى داخل الباب متى يحصل كيك إذا حصل أن الضغط الطبقي ضغط الغاز أعلى من الضغط الهيدروستاتيكي لسائل الحفر فنلاحظ ضغط الهيدروستاتيكي إحنا عاملينه 4000 PSI بينما ضغط الغاز 4400 فهذا يسبب الغاز كيك أي دخول الغاز طيب دخل الغاز وفشل سائل الحفر في القيام بوظيفته وحصل عندي الغاز كيك ما هو العمل؟ نلجأ إلى السكندري باريور المانع الثاني هذا المانع اللي هو الB.O.B Blue Out Preventer مانع الاندفاع نقوم بإغلاق مانع الاندفاع لحتى نمنع خروج الغاز إلى سطح المنصة متى يحصل الاندفاع؟ يحصل الاندفاع إذا كان الضغط الموجود في الطبقات Abnormal Brush هو ضغط غير طبيعي فإحنا نعرف الضغط الطبيعي تدرجه 0.465 PSI لكل واحد فيت وهذا التدرج اللي أخذناه من Gulf Cost لكن إذا صادفنا ضغوط Abnormal Brush ضغوط مرتفعة هاي الضغوط المرتفعة هي اللي تسبب لي الكيك ثم يتطور إلى البلو آوت طبعا سبب ذلك هو أنه عادة نصمم سائل حفر ويكون الضغط الهيدروستاتيكي لسائل حفر مبني على كثافة هاي الكثافة مبنية على أساس أن تدرج الضغط طبيعي وفي حال لسبب ما كان تدرج الضغط غير طبيعي Abnormal Brush يعني لديه ضغط محبوس في الطبقات فالضغط Abnormal يحتاج إلى كثافة أكبر لسائل الحفر يحتاج لضغط أعلى لحفر هذا المجال يحدث الاندفاع في حالتين أولا أن يكون الضغط الطبقي أعلى من المتوقع الحالة الثانية انخفض الضغط ناتج عن سائل الحفر أصبح أقل من الضغط الطبقي الضغط الطبقي أعلى من المتوقع وهاي الحالات يكون فيها Abnormal Brush أو High Brush ضغط مرتفع وهاي نصادفها في حالات طبقات الشيل والشيل طبقة كتيمة فيها بروستي عالية عملت على شكل Transition Zone عملت على شكل نطاق انسقالي وحبست يعني حصرت أسفلها طبقة من Sandstone أو طبقة من Lime Stone طبقة نفوذة فهذا هاي الطبقة الكتيمة اللي هي طبقة الشيل حصرت أسفلها ضغوط مرتفعة إذن أسفل طبقة الشيل ممكن نصادف Abnormal Brush السبب هو أنه الضغط الطبقات رح يضغط على طبقة الشيل طبقة الشيل تضغط على الطبقة اللي أسفل منها الضغط العالي يدفع السوائل للخروج من الطبقة النفوذة ولكن هاي السوائل ما بإمكانها تخرج من الطبقة النفوذة لأنه في طبقة غطاء كتيمة اللي هو طبقة الشيل فإذا حفرنا Bear واجتزنا طبقة الشيل المضغوط بضغط عالي وصلنا إلى طبقة نفوذة هاي الطبقة النفوذة ممكن يحصل عندي Blowout الحالة الثانية في الغاز كاب في القبعة الغازية أيضا عادة نصادف ضغوط مرتفعة High pressure في منطقة دخول للبئر مع قمة المكمن قمة المصيدة طبعا طبعا سبب الأمر هذا هو أنه الطبقة المائية تضغط عمل ضغط باتجاه الأعلى طيب هذا الضغط ضغط أثر على الغاز وأصبح الغاز مضغوط بضغوط مرتفعة طبعا الغاز لأنه الوزن العمود الغاز منخفض كثافة الغاز قليلة لذلك كل الضغط اللي أخذوا من منطقة المائية نحصر داخل الغاز وهذا عمل لي High pressure حالة أخرى من Abnormal pressure بسبب الفالق فالفالق يعمل كسر للطبقات وإزاحة أحد الطبقات ممكن يرفعها الأعلى أو ينزلها الأسفل حسب نوع الفالق إذا كان فالق عادي فراح ينزل الطبقات للأسفل أما إذا كان فالق عكسي فراح يرفع الطبقات للأعلى وفي مثالنا هذا لدينا فالق عكسي رفع الطبقة هاي إلى الأعلى يعني هاي الطبقة كانت أساسا على مستوى الطبقة السفلة على عمق 5000 متر حبسة ضغط مرتفع وليكن على سبيل مثال 6000 بيس فبتأثير الفالق رفعها إلى عمق أقل وأصبحت على عمق 3000 متر لكن هاي الطبقة اللي ارتفعت هي تحصر الضغط القديم نفسه يعني هي تحصر ضغط 6000 بيس آي فأثناء الحفر إحنا جهزنا سائل الحفر لأمننا ضغط مساوي للضغط الهيدروستاتيكي الطبيعي أي على أساس نورمال براشر وكنا متوقعين أن الطبقة اللي على عمق 3000 متر ممكن يكون ضغطها 3000 بيس آي وصلنا للطبقة وجدنا ضغط 6000 بيس آي وحصل عندها البلو آوت فالفالق هو مصدر للضغوط المرتفعة حالة أخرى أثناء الانتاج النفطي من أحد الآبار في عندنا كسر في الكيسينج أو ممكن يتحرك النفط في المجال الاسمنت خلف الكيسينج في الفراغ ما بين الاسمنت والفورميشن يتحرك النفط أو الغاز للأعلى يصل إلى طبقة نفوذيتها عالية على عمق قليل من سطح الأرض وليكن ألف متر رحيش عن هاي الطبقة بضغط عالي قادم من المكمن فأحنا أثناء حفر هاي الطبقة من بئر ثاني اللي هو البيئر بي بدنا نحفرها على أساس أنه طبقة على عمق ألف متر فالضغط فيها تدرج الضغط الطبيعي رح يكون قليل عند وصولنا للطبقة نتفاجأ بضغط مرتفع نتفاجأ ببلو آوت سببه أنه هاي الطبقة مشحونة وإجاها ضغط مرتفع قادم من الطبقات السفلة شكل آخر للابنورمال برشار موجود في لينس العدسات الرملية فالمعروف بأن العدسة الرملية هاي الشكل نسميه عدسة فيها تكون فيها الرمال نفذيتها عالية حاصرة فيها الغاز ونفط وماء ومحاطة بطبقة شيل من جميع الجهات ومعروف بأنه الشيل عادي من نفاذية هذا باللون الأخضر عادي من نفاذية أما الساند هو بورس ساند ساند هو مسامية ونفوذية عالية فعندما تعرض طبقة الشيل لضغوط عالية من الطبقات الأعلى في عندي وزن عمود طبقي أثر على طبقة الشيل طبقة الشيل أثرت بضغط على طبقة الساند هذا الضغط اللي يأثر على طبقة الساند يدفع السوائل للخروج منها باتجاه منطقة ضغط منخفض وهذا هو سبب الهجرة اللي عم تحصل ميجريشن البرايمري والسكندر ميجريشن سببها هو وزن العمود الطبقي ولكن ولكن لأنه طبقة الشيل محيطة بالساند من جميع الجهات فرح تحصر السوائل الموجودة وتمنعها من الخروج فبقيت السوائل من غاز أو نفط أو ماء محصورة داخل الساند ومضغوطة بضغوط مرتفعة قادمة من وزن العمود اللي تلوجي أي وزن طبقات الموجودة على طبقات الشيل حالة أخرى الابنورمال بروشر إذا حفرنا بئر في مستوي معين ووصلنا إلى طبقة نفوذيتها عالية ولكن هاي الطبقة كانت تتغذى من مياه المياه قادمة من منطقة ذات مستوي تضاريسي أعلى من المستوي اللي حفرنا به فإذا اعتبرنا إنها قادمة من سلاسل جبلية على ارتفاع سبعمائة أو ألف متر فهذا رح يطيني تدرج للضغط أعلى من التدرج الطبيعي مقدار الفرق أو مقدار الزيادة في الضغط هو مقدار الفرق ما بين مستوي البئر ومستوي المصدر اللي هو البحيرة اللي تغذي هاي الطبقة النفوذة إذن قد تكون طبقة من الساندستون تتغذى من مصدر مائي مرتفع تضاريس أعلى التضاريس هذا الفرق في التضاريس ما بين البحيرة ومستوي المنصة أعطاني تدرج ضغط مرتفع أعلى من التدرج الطبيعي الحالة الثانية اللي يحصل فيها الدفاع سببها انخفاض الضغط الهيدروستاتيكي لعمود سائل الحفر الضغط بالقانون هو المدويت في ثابت في العمق تي في دي العمق العمودي هذا قانون الضغط البراشر هو المدويت ضرب ثابت ضرب العمق تي في دي متى ينخفض الضغط اذا انخفض المدويت اي اذا انخفض وزن سائل الحفر وينخفض وزن سائل الحفر اذا دخل الغاز الى سائل الحفر وقلل الويت قلل الكثافة او الوزن الحالة الثانية اذا انخفض العمود الهيدروستاتيكي لسائل الحفر reduce length of mud column وهذا يحصل اذا اثناء عند ضيعة سائل الحفر في الطبقات ينخفض المستوي سائل الحفر اثناء اخراج المواسير والاعمدة اي tool string من البئر ينخفض ايضا مستوي سائل الحفر احد اخطر العمليات اثناء pull out of hole اي اثناء سحب tool string السحب عند ما يكون بسرعة كبيرة ولامنه قطر رأس الحفر واذا كان عندنا ايضا مود كيك كعكة حفر فهذا السحب السريع راح راح يعمل swapping اي شفط وسحب السوائل نفط او غاز من داخل الطبقة المنتجة باتجاه الاعلى واثناء حركة رأس الحفر و tool string للاعلى راح يبدأ يتقدم الغاز بشكل تدريجي وهاي المشكلة اللي هي الswapping تحصل اثناء عمليات الرفع لذلك عمليات الرفع خطرة جدا ومن اكثر الحالات اللي نصادف فيها blue out اذن حركة رأس الحفر سحب للاعلى سحب كميات من الغاز عمل swapping او شفط بسبب وجود كعكة حفر والقطر الكبير لرأس الحفر اللي هو مساوي لقطر المجال اللي تم حفره الغاز يتبع رأس الحفر وصولا الى سطح المنصة حالة اخرى يحصل فيها الكيك اللي هي mode weight reduction انخفاض كثافة ساء الحفر وسبب انخفاض كثافة ساء الحفر اذا حصل عندي ممكن يحصل انخفاض لكثافة ساء الحفر اثناء عمليات التنظيف فاحنا نعرف انه الكتنج الموجودة في الانيولاس ثقل ساء الحفر وعمل نوع يسمى الكثافة المكافئة فاذا توقفنا عن الحفر لسبب ما وتابعنا تشغيل المضخة والمضخة عملت circulation دوران فهذا الدوران رح يرفع الكتنج كامل من البئر الان الكتنج كامل من البئر والحفر الصعاد الى الشيل هيكر الى اصبح ساء الحفر نظيف وساء الحفر نظيف لو كثافة المكافئة الموجودة هي اسمها الكثافة المكافئة كانت سملي مرتبع لسائل الحفر أثناء تنظيف السائل الحفر أثناء رفع الكاتين قلت عندي الكتافة قلت الكتافة المكافية فزادت فرص حدوث الكيك ممكن نحفر في طبقات أو في جيوب غازية والطبقة نفسها تكون تحصر داخل مساماتها غاز فأثناء حفر هذا الجزء اللي هو أسفل رأس الحفر عند حفر الجزء اللي أسفل رأس الحفر هذا الجزء يحوي على مسامات والمسامات تحوي على غاز فهذا الغاز أثناء الحفر إحنا رح نحفر الكاتين نحفر جزء الصخري ويصعد للأعلى وسائل الحفر يرفع الكاتين الجزء الغازي الموجود داخل مسام أيضا رح يدخل مع سائل الحفر وهذا نسميه غاز كوت مود إذن غاز كوت مود هو غاز يدخل إلى سائل الحفر أثناء الحفر الطبيعي بسبب أن هذا الغاز موجود في مسامات الطبقة المحفورة في هذه اللحظة صعد الغاز أصبح عندي سائل حفر مع غاز قادم من الطبقة المحفورة هذا الغاز يقلل المد ويت يقلل كثافة سائل حفر قلت كثافة سائل حفر ممكن تصبح أقل من الضغط الطبقي يبدأ عندها دخول الغاز إلى داخل البئر طبعا كمية الغاز اللي تدخل من الطبقة أثناء الحفر صحيح هي كمية قليلة لكنها مضغوطة يعني تاخذ على الضغط فهذا الغاز بحركته للأعلى مع سائل الحفر يبدأ يقل الضغط عنه فيبدأ يتمدد يأخذ حجم أكبر ويبدأ يتمدد يتمدد الغاز بشكل تدريجي وصولا إلى السطح فنلاحظ على السطح أنه حجم الغاز يتعرض للانفلات الكبير يعني يحصل عندي زيادة كبيرة ومفاجئة في حجم الغاز وهذا يدفع سائل حفر بشكل مفاجئ إلى خارج البئر فأول ما يبدأ عندنا الاندفاع يبدأ على شكل خروج لسائل الحفر بشكل كبير لأن هذا سائل الحفر كان أمام المجال الغازي بعد ما يخرج سائل الحفر يبدأ الغاز هذا البلون الأزرق بالخروج إلى سطح المنصة ونعرف بأنه في سطح المنصة في كثير من الأجهزة الكهربائية والميكانيكية وبالتالي أي شرارة راح يؤدي إلى اشتعال الغاز واشتعال المنصة هذا مثال آخر لدخول الغاز وصعوده مع سائل الحفر الغاز يتحرك باتجاه السطح تكلمنا بالسلايدات السابقة عن انخفاض المدويتس أي ينخفض الضغط الهيدروستاتيكي لسائل الحفر بسبب انخفاض كثافة سائل الحفر ويحصل ذلك نتيجة لدخول الغاز أما الغاز يدخل عن طريق السوابينغ السحب أثناء رفع المواسير بسرعة كبيرة أو يدخل الغاز بشكل طبيعي من الطبقة المحفورة أو يحصل انخفاض في المدويت نتيجة لتنظيف سائل الحفر من الكاتينغ أي من الفتاتات اللي تم حفرها عن طريق السيركوليشن أي الدوران وهاي الحالة تقلل كثافة المكافئة اللي هي كثافة سائل الحفر في الأنولاس طبعا هاي الكثافة والحسابات راح نجريها بشكل كامل في كورس آخر هو الكورس الويل كونترول نجري حسابات كاملة للكثافة المكافئة السبب الثاني لانخفاض الضغط الهيدروستاتيكي لسائل الحفر هو انخفاض تي في دي انخفاض عمود سائل الحفر في البئر هذا السبب الثاني ويحصل انخفاض عمود سائل الحفر في البئر نتيجة لللوسز أي لوسد سيركوليشن أي ضياء سائل الحفر في الطبقات وتكلمنا عن هالمشكلة في جلسات خاصة اللي هي جلسات اللوسز حصل ضياء لسائل الحفر انخفض ارتفاع أو ضغط الهيدروستاتيكي للسائل بدأت عندي كميات من الغاز بالدخول إلى داخل البئر حالة أخرى أثناء البول آوت أوف هول يعني أثناء سحب وطول سترينج وطول سترينج هي المواسير والأعمدة والمواسير المثقلة ورأس الحفر إذا سحبنا المواسير إلى خارج البئر على سطح المنصة المواسير في مكانها داخل البئر كانت أخذ حجم وبالتالي البئر البئر مستوى السائل مرتفع إلى سطح البئر أثناء سحب المواسير نقص هذا الحجم يعني المواسير كانت حجم المعدن حجم الجزء المعدن كان عامل حجم داخل البئر لذلك البئر مستوى السائل جيد في البئر لكن أثناء سحب المواسير راح ينخفض مستوى سائل حفرة البئر فأحنا بحاجة إلى تعبئة البئر بشكل مستمر أثناء عمليات البول أوتوف هول إذا أهمل الحفار موضوع تعبئة البئر أو طبعا عادة يعبي يعني كل ما يرفع عدد من الساندات كل ما يرفع وليكن أربع أو خمس ساندات يقوم بإضافة السائل فإذا أهمل الحفار هذا الموضوع نقص مستوى سائل الحفر في البئر إلى مستوى معين هذا يؤدي إلى انخفاض الضغط الهيدروستاتيكي لسائل الحفر وبالتالي يصبح أقل من الضغط الطبقي ويحصل عندي دخول للغاز أو النفط هل ممكن أن يحصل الاندفاع أثناء أنزال كيسنج؟ طبعا أثناء أنزال كيسنج الطبقة مفتوحة والبئر مفتوح وممكن أن يحصل الاندفاع أثناء أنزال كيسنج وهذا يعتبر من الحالات الخطرة طبعا أثناء أنزال كيسنج أثناء الرفع المواسير والأعمدة رح نعدد حالات الاندفاع الممكنة أثناء أثناء الرفع المواسير ممكن يحصل الاندفاع أثناء الحفر ممكن يحصل وأثناء أنزال كيسنج أيضا ممكن أن يحصل طبعا أكثر حالات الاندفاع تحدث أثناء عمليات الرفع وهي الحالة الأخطر بسبب أنه أثناء الرفع ما في عندنا كيلي أو معدات الضخسة الحفر تكون مفصولة يعني تكون المواسير مفتوحة مثل الشكل هذا لذلك أثناء الرفع تكون حالة السيطرة على الاندفاع أصعب أما أثناء الحفر السيطرة على الاندفاع أسهل بسبب أنه الكيلي موجود أو المواسير إذا كان عندنا نظام فالمواسير موصولة مع النظام الهايدروليك والمضخة ومباشرة بإمكاننا نشغل المضخة ونبدأ أسر قليشن